السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة مساء الأخبار معكم مازلن المصري تحياتي لكل المتابعين والمشاهدين لو أول مرة بتشوفنا اشترك في القناة ولايك للفيديو فعل جرس التنبيهات علشان يوصلكم اشعار مننا بكل جديد لو عجبك محتوى القناة طيب روسيا بعد سحب قوات من حدود أوكرانيا دمرنا الغرب بدون إطلاق رصاصها واحدة وهنشوف كلام مهم جدا لسه نازل النهاردة عن وعلى لسان المتحدثة الرسمية للخرجية الروسية اسمها ماريا زغروفا طيب هنشوف الكلام اللي قالته وكمان هنسمع حاجات كده غريبة جدا والموقع اللي جايبين منه أو مصدر الخبر زي ما حضراتكم شايفين هي اليوم السابع أو جريدة اليوم السابع طيب إيه القصة أو إيه الموضوع هنعرف دلوقتي بيكون في أحداث كتيرة متواجدة وتم سحب قوات أو الكوات الروسية طيب هنفهم إيه الموضوع مع إن مبارح أعلنوا رسميا إن الحرب يوم الأربع اللي هو بكرة هنعرف التفاصيل دلوقتي وهنفهم يعني إيه شنت المتحدثة الرسمية الخارجية اسمها ماريا زغروفا هجوما دي روسية حدا على الولايات المتحدة والدول الأوروبية وقالت أن بلادها هزمت الغرب دون إطلاق رصاصها واحدة وجاءت التعليقات بتاعت ماريا زغروفا دي آآ بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستنسحب أو ستسحب بعض قوتها من الحدود مع أوكرانيا في خفض محتمل لتصعيد التهديد بغزو محتمل وجاء الإعلان على الانسحاب في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الدفاع اسمه إيجور كوناشينكوف طيب الذي قال أن التدريبات شارك فيها قوات من جميع المناطق العسكرية والأساطيل والقوات المحملة أو المحمولة جوا طيب وهل كمان آآ كواشينكوف ده في البيان اللي أصدره النهاردة وهنشوف التاريخ دلوقتي وحدات المناطق العسكرية الجنوبية والغربية التي أنجزت مهمها تستقل الكتارات والشاحنات وستتوجه إلى حامياتها في وقت لاحق اليوم يعني بمعنى صح هيتم الانسحاب لأنهم هم شايفين أنهم أقوى من الناس دي وبدون إطلاق رصاصة واحدة هيتم سحب الكوات ولكن مش الكوات كلها بعض الكوات وكتبت ماريا زغروفة دي في منشور على الفيسبوك بعد الإعلان اللي إحنا قرينا فوق يوم خمستاشر فبراير عشرين اتنين وعشرين اللي هو النهاردة سيدخل التاريخ مع فشل الدعاية للحرب الغربية لقد تعرضوا للعار والتدمير دون إطلاق رصاصة واحدة كلام خطير جدا وكلام بتوجهه روسيا لدول أوروبا احنا بنعرض لكم الكلام ده كانواع من أنواع أن أنت تبقى عارف ولا يخصنا روسيا ولا يخصنا أوكرانيا ولكن احنا بنتكلم في المواضيع دي زي ما حضراتكم عارفين علشان قطر نبقى متابعين ومواجبين لحظة بلحظة اللي بيحصل طيب وبحسب الصحيفة البريطانية أعلنت روسيا في وقت سابق اختتم تدريبات العسكرية بالقرب من الحدود الأوكرانية لكن وسائل التواصل الاجتماعي وسور الأكمار الصناعية التي تم التقاطها في الأيام التالية لم تظهر تغيرات كبيرة في وضع الكوى الروسية وشارك في تلك التدريبات عدد قليل فقط من الكوات ولا يشارك العديد من الكوات الموجودة بالقرب من الحدود الأوكرانية في أي تدريب رسمي وعندما سؤلت روسيا عن التعزيزات العسكرية قالت أن لها الحق في نقل الكوات كما ترغب داخل أراضيها يعني احنا بنعمل أي حاجة وما الكوش دعوة بينا من الآخر يعني وفقا للتقرير يعني اللي جرى في روسيا منورات مشتركة كبيرة مع بيلا روسيا من المقرأ أن تنتهي في 20 فبراير يعني بعد حوالي خمسة أيام وحذرت الدول الغربية من أن تلك التدريبات يمكن أن تستخدم أو تستخدم كغطاء للتحضير لهجوم على أوكرانيا يعني لسه في نية برضو يعني أنتوا شايفين بيقولوا فوق في سحب يعني في الخبر ده من فوق في سحب لبعض الكوات وفي بعض الكلام تاني بيقولك لا ده ممكن أو احتمالية يكونوا بالتدريبات دي علشان بيجهزوا نفسهم للهجوم على أوكرانيا بينما قالت روسيا أن تلك الكوات ستعود إلى القاعدة بمجرد انتهاء التدريبات كانت روسيا قد نشرت حوالي 130 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية بما في ذلك حوالي 30 ألف جندي يشاركون في التدريبات العسكرية في بيلاروسيا طبعا ربنا يحفظ الجميع وزي ما بقول في كل الفيديوهات إن شاء الله ما يحصلش أي حرب ولا أي حاجة ولا نتمنى الأزل أي بشري على وجه الأرض لأنه زي ما أنتم عارفين ما بدأ القناة بتاعتنا ملناش دعوة بدينك بلونك بجنسك إيه أو جنسيتك فدي ملهاش دعوة إحنا بنتكلم هنا عن البشرية فقط بشكر كل الناس اللي بتتابع القناة بتاعتنا وحبايبنا اللي موجودين حبايب مساء الأخبار وبإذن الله نتجمع مع بعض بس مباشر قريبا بإذنك يا رب بشكر كل التعليقات اللي جاتني على الفيديو بتاع الصبح ومتابعين معاكم لحظة بلحظة كل المستجدات في جميع أنحاء العالم أسيبكم في رعاية الله وأشوفكم في رعاية الله بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته